أهدى وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار الرئيس عبدالفتاح السيسي نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030 وذلك عقب اطلاق خارطة الطريق لتعامل مع قدية السكانية من واقع تعظيم الخصائص السكانية والارتقاء بجودة الحياة جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي فعليات افتتاح المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023 تحت عنوان سكان اصحاء من اجل تنمية مستدامة وقال وزير الصحة انه تم اعداد الاستراتيجية في ضوء اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ودستور جمهورية مصر العربية والاستراتيجية القومية للسكان والتنمية والمشروع القومي لتنمية الاسرى المصرية والذي تبنى محاوره على التمكين الاقتصادي والتدخل الخدمي والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي والتحاول الرقمي اشتركوا في القناة